انا بس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة السيد كيوشي أساكو سفير اليابان لدى مملكة البحرين مساء اليوم بفندق الريت كالتون وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الثالث والثمانين لجلالة امبراطور دولة اليابان الصديقة وبحضور عدد من كبار المسؤولين وعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والمدعوين ونقل اسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة تهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر إلى جلالة الامبراطور أكيهيتو وتمنية سموه له بموفور الصحة والعافية ولدولة اليابان وأشعبها الصديق باستمرار التقدم والتطور على كافة المستويات وأشهد اسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات وهو ما يجسد مدى روابط الصداق القوية التي تجمع بينهما والحرص المتبادل على تنمية التعاون الثنائي بالشكل الذي يلبي المصالح المشتركة من جانبه تقدم سيفر اليابان بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بكل ما يعزز من نماء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص بلاده على الارتقاء بمجالات التعاون مع مملكة البحرين إلى آفاق أرحب تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين منوها بما تشهده البحرين من نهضة وازدهار في شتى القطاعات اشتركوا في القناة